بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من طبلك وبالآخرةهم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أذوتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمصائهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرضون فسادهم الله مرضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكربون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أمنوا كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستلزئون الله يستحزئ فيهم ويمدهم في طبيانهم يعمقون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى ثم ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل ليستو قد هارا فلما أضعتنا حونه ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صنهم بكم عميون فهم لا يرجعون أو تصير من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعد حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما واءهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصائهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم فتقون الذي جعل لكم الأوضى فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء إماءا فأخرج به من الثمار سيزقا لكم فلا تجعلوا إلهي أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين وبشيء الذين آمنوا عنهم صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأمناع كلما أزقوا منها من ثمرة عزقهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة وهم فيها أزواج متحرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلما بحوظة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين أفروا فيقولون أن أراد الله بهذا مثلا يغل به كثير ويهدي به كثير وما يغل به إلا الفاسقين الذين ينقون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه توجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفشد فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء أكن لها ثم عرضوا على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباءهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حين تشئتما ولا تقربا هذه الشجرة غتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقروا ومتار إلاحين فتاقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الدواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار كم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأنتم الزكاة وأركعون على الرافعين أتمرون الناس من البلد وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستهلوا بصلي والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين أعنون أنهم مناقوا ربهم وأنهم إلي راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يخلوا منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فلعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فلعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أبعين لينا ثم اتقلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الجزاء والفرقاء لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فقلوا أنفسكم نالكم خير لكم من زباريكم فتاب عليكم إنه هو الدواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لأنهم منك حتى الله جهر فأخلتكم الصارقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد نوتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمان وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم وغدا ودخلوا الباب سجده وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسطى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجرة من فجرت من أثنتا عشرة عينا فدعلم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض محسنين وإذ قلتم يا موسى لن نصدر على طعام واحد فدعوا لنا ربك فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها ولا تستغربون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا نصرا فإن لكم ما سألتم وضيبت عليهم الذلة والنسكرة وباء برضم من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَمِنَ صَالِحَا وَفَا هُمْ أَجُرُهُمْ فَلَهُمْ أَجُرُوا مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ قَالُوا لُسَالِ قَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتْتَخِرُ مَا مُزْوَهُمْ قَالَ أَبُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُومَ مِنَ الْجَاهِينَ قَالَ دُعْلَ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ تَفْعَلُوا مَا تُرْمَوونَ قَالَ يُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاطِرٌ لَوْهَا تَسُرُ النَّظِيمُ قَالَ إِنَّا بَقَرَةٌ لَنَا مَا لَوْهَا تَسْلِحَرْفَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُ لَا نَجِئْتَ بِالْحَقِّ هَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُونَ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ لَضْيبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِيَ اللَّهُ الْمَوتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَزَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَإِيَّكَ الْحِزَارَةِ أَوَا شَدُّ أَسْوَى وَإِذَا لَفُلَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنا وَإِذَا خَلَى بَعْضُوعٌ لِا بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّ焢ُجُوكُمْ بِيِهِ عِنْدِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْدِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما ينسرون وما يعلمون ومنهم أمنيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يغنون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشعروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم إما كتبت أيديهم وويلوا لهم إما يكسبون وقالوا لنتمسنا النار إلا أياما معدون قل أخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا أم تقولون عن الله ما لا تعلمون بل من كسم سيئته وأحضت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا والقربا واليتاما والمساكين يقولوا للناس مسنا وأقلوا الصلاة وأتزكا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دعائكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تبدلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان وإن يأتوكم وسارة فانوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم باللاخزهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أجد العذاب والله بغافر عن ما تعملون أولئك الذين اشكروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيناه بروحي الكدس أفكلما جاءكم رسولهم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنكم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وأما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل ويستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس مشتروا به أنفسكم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباقوا بغضب على غضب ويلكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين ويقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم رادمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطرق وما آتيناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشعوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأموكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله علمهم بظالمين ومتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمروا الفسنة وما هو بمزحزئه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبري فإنه أزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين عليه وهده وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبري له ميكال وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يقفر بها إلا الفاسقون وكلما عهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبده فريق نبده فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء أبورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السعر وما أنزل على الملكين بباب الأهوت وماوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنتهم فلا تفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلموا لما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما يشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبئس ما شعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائعا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزعيكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله نعوه منك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من وذيه ولا نصير أم تهدون أن تسألوا رسولكم كما سئر موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقط ولسوا السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يودوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا بلك أمانيهم قل هاتوا برهالكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسنه فله أجره وإن دربي فله أجره وإن دربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن ظلهم إما مع مساجد الله أن يذكر في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله النشيق والمغيب فإن ما تغلوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولد سبحانه بله ما في السماوات والأرض كل له خاندون بديع السماوات والأرض وإذا قضاء ما فإن ما يقول له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون أو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أشابت قلوبهم ويبينا الآيات لقوم ينقنون إنا أوسلناك بالحق بشيره ولذيها ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وأن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يدلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يغفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبلوا منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصرون وإذ تلا إبراهيم ربه بكلمة فأتمهم قال إني جاهلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يلال عهد الظالمين وإذ جعل للبيت مذابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وظاهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربه جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخذ قال ومن كبرفهم اتعوه قليلا ثم أطوهه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يغفروا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت سمير العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبعلينا إنك أنت هو أبو الرحيم ربنا ومعث فيهم وسؤولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويمسكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولا يصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له أبوه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعبوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعبوب النوت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن لهم مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصرى تهتلوا قل بللة إبراهيم عني فهو ما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شطاق فسيفيدهم الله وهو السميع العليم صدرة الله ومن أحسن من الله صدرة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو عبنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا من الله ومن أعلم ممن كتم شادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشيق والمغيب يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم وكذلك دعناكم أمة وسطل تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما دعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يدبر الرسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة لله الذي نهد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله من ناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب رجيك في السماء فأن ولي أنك قبلتهم ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وعيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله يغافل عما يعملون وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلتهم ولكن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الإلم إنك إذاً لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فما تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتلكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه هو الحق من ربك وما الله بغافر عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني وليتن نعمتي عليكم ونعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فالكروني أذكركم واشكروني ولا تكفون يا أيها الذين آمنوا وستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يخدر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلغنكم بشيء من الخوف والدوغ ورقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابدهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفى والموت من شعائر الله فمن عجل بيت أو اهتم رفلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكلمون ما أنزلنا من المينات والأدام بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفوا وماتوا وأنكفاهم أولئك عليهم لعنة الله والمنائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلههم إلههم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهاء والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد ما اوتها وبست فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخي بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتقل من دون الله أنتا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبروا من الذين اتبروا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبروا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مما كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبروا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفنا علي آباءنا أولو كان آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء والداء صنهم بكم عميون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعودون إنما حرم عليكم الميت تودم رحم الخنزي وما أهل به لغير الله فما يطر رأي رباغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكلمون ما أنزل الله من الكتاب واشتعون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وأهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا بلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة فما أصبعهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوههم قبال المشرك والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن لله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي الكربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقال الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا وصالرين في البأساء والبراء وحين البأس أولئك الذين صادقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن رفع له من أخي شيئهم فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترتخر بالوصية للوالدين والأغرابين بالعروف حقا على المتقين فما أمدلموا بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جانفا أو إثمى فأصلع بينهم فلا إثمعاه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما من عدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وعلى الذين يطيفونه فيد طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن يشهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وليريد بكم العسر ويتكملوا العدة ويتكبروا الله على ما هداكم ونعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قيب فإني قيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة صيام رفظ إلى نسائكم هن رباس لكم وأنتم رباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وامتبوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط لا بيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أدموا الصيام إلى الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعنهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بهذه الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثن لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسلبروا بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرم اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقف سموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أجد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتأو فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنده ويكون الدين لله فإن ده فلا عدوان إلا على الظالمين أشهر الحوام بشهر الحوام والحومة بصاص فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمر إلا فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحقوا رؤوسكم حتى يبلوا لهم محلة فمن كان منكم مريضا أو به ألم رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو رسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمر في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسمعتم إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجر الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات فما انفرض في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد الدقوة واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح لأن تبدأوا فولا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله عيدا المشعر الحرام وذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفضى الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم ناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا أسندا وفي الآخرة أسندا واخنا عذاب النار أولئك لهم نصير مما كسبوا والله سيعوا الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجى في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشون ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإلا تولى سعى في الأرض ليخصد فيها ويهلك الحوث والناس والله لا يعب الفساد وإذا قيله ادق الله أخذته الحزة بالإفن فحسبه جهنم ولا بئس النهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتواء موضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطانين إنه لكم عبو مبين فإن سألتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يأضرون إلا أن يأتيهم الله في ظلهم من الرمان والملائكة وقضي الأمو وإلى الله ترجعوا الأمو سلم يصاري لكم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العطاب دين للذين كفوا الحياة الدنيا ويسخون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يوزق من يشاء بغي حساب كان الناس أمسا واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيان بينهم فألا الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حزبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم فهل الذين خلوا من قبلكم مستتم البأسام والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى أنصوا الله ألا إن نص الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأغربين واليدام والمساكين والنسانين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قرر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شعر الحرام قتال فيه القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجر الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الغاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يردد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حافظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين أجروا وجهلوا في سبيل الله أولئك يرجعون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير هو منافع للناس وإثم ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العافو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليدامات الإصلاح لهم قائل وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأحمدكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكح المؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبرهم من خير من مشرك ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قلو وألا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطرون فإذا تقهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب الدوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئتهم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقو ومشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصرعوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله أفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتبو ولا يحل لأهن أن يكتن ما خلق الله في أرحال إنهن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ومعولتهن حق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولكن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن سأكون بمعروف أو تسير بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناع عليهما فيما فسدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد فلا تحلوا له من بعد حتى تنكيها زوجا غيرا فين طلقها فلا جناع عليهما أن يترجع إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هجوة وذكروا نعمة الله عليكم ومن أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيوكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينجئن أزواجهن إذا توضعوا بينهم بالمعروف ذلك يوعبه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن أولين كاملين لمن أراد أيتم الرضاعة وعلى المولود له يزفؤن وكسوتهن بالمعروف وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم عالم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا رخدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله أفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تنسوهن أو تفربو لهم أو تفربو لهم فهيضة ومتعوهن على الموسيق قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالنعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تنسوهن وقد خربتم لهم فريضة فلسك ما فربتم فلسك ما فربتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فجدارا أو ركبانا فإذا أمنتم فالكوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويررون أزواجه وصية لأزواجه متاعا من الحول وإخراجه فإن خرجنا فلا جناح عليكم بما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ويرمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين يذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعطلون ألم ترين الذين خرجوا من دبائهم وهم ألوف حضر الموتف قال لهم الله موتو ثم أحياهم إن الله أردوا فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشهون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقيد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يخبض ويبسط وإليه توجعون ألم ترين الملايمن من ريساء من بعد موسى إذ قالوا لنبيين لهم بعث لنا ملكا إذ قالوا لنبيين لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا هل عزيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقادروا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديائنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليموهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله ألبعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤد سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطنة العلم والجسم والله نؤدي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لأميهم إن آية ملكه يأتيكم التعبود فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحميه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالود بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهو فمن شيء منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من ارترث غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما داوزه والذين آمنون عنه قالوا لا طاقة لم يرم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلامت فئة كثيرة بإذن الله والله معصابين ولما برزوا رجال وجنوده قالوا ربنا أفر علينا صبرا وذبت أقدامنا وذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأزموهم بإذن الله وقدر دامون تجالوس وأداء الله الملك والحكمة وعلمهم مما يشاء ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لامنا المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وعطى بعضهم درجات وآتينا عيسى من مريم البينات وأيدنا مجرؤ الكدس ولو شاء الله مقتدر الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلقوا فمنهم من آمى ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتدر ولكن الله يفعل ما يجيد يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا منا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إله والحي الغيوم لا تأخذه سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عينه إلا بإذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا يَشَاءُ وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَوَ لَا يَوْدُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَأَ فِي الدِّيرِ فَالْتَّ مَنْ يَوْشْدُ مِنَ الْغَيْنِ فَمَنْ يَقْفُرْ بِالطَّابُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَاتِ الْوُثْقَالَ وَالْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُصِدُهُمْ مِنَ الْظُلُمَاتِ الْنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّابُوتُ يُصِدُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الْظُلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيْنَا خَالِدُونَ أَمْ تَرَيْلَ الَّذِي حَانْجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَنْتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِيُّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنْ أَوْحِيُّ وَأُمِيْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِفَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبَ فَوِهِدَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي بِالْقَوْمَ الظَّارِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَى عَلَى عَوْيَةٍ وَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عَوْجِهَا قَالَ أَنَّا يُحِيِّ هَذِي إِلَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَتَهُ اللَّهُ مِأْتَعَامٍ ثُمَّ بَعْدَهُ خَالَ كَمْ لَبِثْ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالَ مَنْ لَبِثْتَ مِأْتَعَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّى وَأَنظُرْ إِلَى حِمَالِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آذَاً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى الْعِرَامِ كَيْفَ نُنِشِزُهَا ثُمَّ لَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِرَاهِيمُ رَبِّ أَيْنِي كَيْفَ تُحْيِي النَّوْتَا قَالَ أَوَلَمْ تُغْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ أَخُذْأَوْ بَعْدًا مِنَ الطَّيِّ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ذُنَّ جَعَلَ لَا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُمَّ جُزَا ثُمَّ دِعُونَ يَأْتِينَ كَسْأْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَوْمَتَ سَبْعَ سَنْعَامِهِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأْتُحَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُجْبِرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّهُ وَاللَّهُمْ أَجْرُهُمْ إِذْا رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قولٌ معوفٌ ومغفرةٌ طيرٌ من صدقةٍ يتبعُ هذا والله غنيٌ حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْخِوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَاللَّا كَالَّذِي يُنْفِقُوا مَا لَهُ يَا الْنَّاسِ كَالَّذِي يُنْفِقُوا مَا لَهُ يَا الْنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْيَوْمِ الْأَخِرِ فَمَثَلُوا كَمَثَنِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ دُغَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِغَلْوَةٍ أَصَابَ هَوَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا وَتِعْفَانِينَ فَإِنْ لَمْ يُصِدْ هَوَابِلُهُ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينَ أَيَوَدُّ أَعَدُكُمْ أَنْتَكُونَ لَهُ لَنَّذُمْ مِنْ نَخِيلُ وَأَعْنَابٍ تَجِرِ تَجِرِ مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَامُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَوَ وَلَوْهُ ذُرِيَةٌ ضُعَفَاءَ فَأَصَابَ هَيَصَارُهُ فِيهِ نَارٌ فَحْتَاقَ يَذَلِكَ يُمَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَانْفِقُوا مِنْ طَيِّمَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجِنَا لَكُمْ مِنْ الْأَوْضِ وَلَا تَيَمَّنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْكُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يلكه إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقت أو نأرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من نوصا إِنْ تُلَدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عليك هداؤم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فليأنفسكم وما تنفقون إلا ابتقاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا إي سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفق من خير فإن الله به عليهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا وعلى أن يتنفلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبروا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحلى الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه مظعمة من ربه فانتهى فلأسف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الرباء ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ونروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرم من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا عسرتي فنظرة إلى ميسرة وأن تقدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسهم ما كاسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أدل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدي ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليم للذي عليه الحق وليتق الله رب ولا يبقى منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أي منه فليم للوليه فليم للوليه بالعدي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فاجل وامراتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن ترل إحداؤما فتذكر إحداؤما الأخرى ولا يأب شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أبسط عند الله وأخوة من الشهادة وأدنا ألا توتابوا إلا إلا أن تكون جارة حارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضعوا كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه بسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم عدا سفرين ولم تجدوا كاتبا فيهانوا مقبور فإن من بعضكم بعضا سليؤدي لأيتم من أمانته وليتق الله رب ولا تكتن شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومنائكته وكتبه ورسله لا نغرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا بفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعلينا ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضارت لنا به واعفو عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصنا على القوم الكافرين